تحية طيبة مشاهدينا الكرام وهلو مسهلة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم الوطن اليوم نبدأ من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم ضبط مكاتب لتأجير السيارات لمخالفاتها أنظمة ضريبة القيمة المضافة نائب أمير الجوف الأوامر الملكية تأتي تأكيدا لمواكبة احتياجات المرحلة الحالية وتقص حار على الشرقية ورياح نشطة على معظم المناطق مشاهدينا ما هي أبرز من الفتة التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن اليوم سعوديون يعبرون عن دعمهم لقيادة المرأة عبر واسم سوقيك لنا معك وما هي أليا تعمل قانون التحرش الجنسي في السعودية ومنتخب الأخضر يواجه البيرو في الاختبار قبل الأخير تحية طيبة مشاهدينا الكرام الجديدة أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس السبت عددا من الأوامر الملكية وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة التبوك أن ما صدر من أوامر ملكية كريمة إنما هي تأكيد لمضي البلاد الحثيث لمواكبة رؤية المملكة 2030 نستعرض وإياكم مشاهدينا الكرام أبرز تلك القرارات الملكية أولا إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة وتعين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزيرا لها إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة إنشاء مجلس المحميات الملكية في الديوان الملكي ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تعيين الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء وعضو في مجلس الشؤون الأمنية والسياسية تعيين دكتور خالد بن صالح السلطان رئيسا لمدينة الملك عبد الله للتاقة بمرتبة وزيره تعيين الأستاذ أحمد بن محمد الثقافي مستشارا في رئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المدافر نائبا لوزير التاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المرتبة الممتازة تعيين دكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزيره ووفق الله ولاة الأمر لما يجدونه خير وصالح ليأكيد بلادنا الغالية على قلوبنا مشاهدنا اعتلى وسم سوقي كلنا معك قائمة الوسوم الأعلى تفاعلا في المملكة العربية السعودية حيث جاءت التغريدات لتدعم قيادة المرأة السعودية للسيارة باعتبار هذا حق من حقوقها التي يجب على الرجل احترامه نتابع مشاهدين الكرام بعض التغريدات التي اخترناها لكم بداية تغريد أو حساب باسم نايكو غرد قائلا على نفس الهاشتاغ كلها أيام قليلة وسنرى المرأة السعودية تقود سيارتها إلى ذلك الحين قد تنتشر بعض الرسائل المحبطة أو حتى الساخرة لكن في النهاية ستثبت المرأة السعودية أنها قادرة على تجاوزها أيضا المغردة والناشطة سعاد شمري غرد قائلا كل نساء الأرض تسوق السيارة مختلف الأمار والطبقات الاجتماعية ومختلف أنواع السيارات ولأداء جميع المهام التي تتطلبها الحياة العصرية وتتغلب على الصعاب بدون مشاكل تذكر وأنت أيضا كذلك يا بطلتنا أنت قدها ونحن معك وندعمك أيضا حساب باسم لودنغ قال لودنغ نعم قال إخواني الشباب ستقود المرأة السعودية قريبا المرأة التي تمثلت وتمثلك عفوا وتمثلها التزموا بقواعد المرور خففوا من سرعتكم تجنبوا إرباكهم فهم يمارسون حقهم الشرعي والإنساني لأول مرة كن رجل بأفعالك وساعدها أن احتاجها أيضا تغريدة لأحمد المحميد غرد قائلا شخصيا راح أتنازل عن كثير من تهوري في القيادة يعطيك العافية احتراما لقيادة المرأة لن أسابق أو أتجاوز أو أدخل أولا أو أحد أو حتى أنعطف بدون إشارة شكرا ويظل وجهك أيضا المغرد دكتور حافظ المدلج أيضا غرد قائلا على نفس الهاشتاغ مع العد التنازلي لتاريخ 10 عشرة لعام 1439 الهجرة سندعم النصف الأهم من مجتمعنا في بداية مشوار هنا مع قيادة السيارة ونقول كلنا مع كيسوغي السيارة أيضا المغرد دا أو ميمة الخميس تقول قيالات سيتوقف البعض عن السخرية الطكتقة وبث مقاطع سلبية ضد قيادة المواطنة لمركبتها سيخلق هذا صورة ذهنية سيئة ومناخا عدوانيا ضدها أيضا خلنا نشوف تغريدة تغريدة لعقب أيضا المغرد عبد العزيز الموسى غرد قائلا لكل أخواتنا السائقات السعودية توقي كلنا معك فيصل المغلوث وآخر تغريدة من ضمن التغريدات التي كانت على الهاشتاغ فيصل قال بيضل التشكيك بقدرة المرأة السعودية على قيادة السيارة جاء هذا الإعلان الجميل من ميم لتحفيزها ودعمها خلونا نشوف مع بعض الفيديو لو كان جاهز خبروني يا شباب طيب خلونا نشوف الإعلان الجميل اللي كلنا حبينا وأيضا أنا حبيته ونواصل أكيد خلال الفترة القادمة والأول مرة في المملكة العربية السعودية ستكون المرأة جنبا إلى جنبا في شوارع أن تقود سيارتها موسيقى 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 صباح السعودية اليوم غير جاء اليوم الإنسوق في المرأة سيارتها بمختلف مناطق المملكة يوم طالت قدار للمرأة السعودية بطبيعة الحال في مخاور وفي شكوك مشاهدين الكرة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن مكة دكتور محمد الآلزلفة عضو مجلس الشراء السعودي السابق هل أو سهل يا دكتور الله يحييك في برنامج الوطن اليوم يعطيك العافية والصحة دكتور كنا ولازلنا من مؤيدي قيادة المرأة ولا عليك من ضمن الأشخاص والذين ناشدوا بهذا الحق للمرأة منذ سنوات طويلة فعليا وأعرف أنك أيضا تعرض لتهديد تعرض أيضا لبعض الأحيان أنت صرفات لا أخلاقية كلام غير أخلاقي لكنك كنت من ضمن المصرين على هذا الحق وأخيرا تحقق ذلك بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بداية حدثنا عن هذا التحقيق وأهميته خلق أقول لك دايما الحق يبانو دايما الحق المشروع دايما ويعني حتى أخيرا في ظل كل شيء أكيد يوصل للجميع ويوصل لأصحابه سم أولا شكرا لك على استطافتي في برنامجك وأيضا حول موضوع شغل الناس سنوات طويلة وكعادة مجتمعنا بكل أسف أنه أمام كل ظاهرة جديدة أو ربما أمر طبيعي يكون في حالات كثيرة في بلدان مختلفة ولكن هناك في بلدنا من يحاول أن يكبر المشاهل وهي يجب أن يكون عادية حق المرأة في كيادة السيارة المفروض أن يكون أمر طبيعي وعادي ولا كان يجب أن يحظى بهذه الضجية التي دارت حول هذا الموضوع منذ بداية الفكرة كفكرة ولكن هذه طبيعة الأشياء لدينا ولكن في الظروف الأخيرة بدأ المجتمع الذي كان يتعذر به البعض الذين يكون المجتمع ليس جاهزا قالوا هذا حينما بدأ تعليم المرأة ولكن المجتمع كان جاهزا وتقدمت المرأة بعيدا في هذا المضمار قالوا على كثير من الأشياء التي دخلت في الحياة المجتمع في حياة المجتمع السعودي ولكن سرعان ما يتغلب المجتمع على هذه الأشياء ويصبح أمر طبيعي يوم عشر عشر يعني ليس بعيدا عنها يعني البعض يتوقعون البعض خاصة من المتخوفين المتخوفين بدون سبب للخوف يعتقدون أنه سيحصل زلزالا كبيرا في المجتمع السعودي حينما تقود المرأة سيارتها لأن هذا أمر طبيعي ويجب أن ينظروا إلى العالم من حولهم إنها الأمور طبيعية وعادية لماذا نحن ننظر إلى كل شيء بطريقة الخوف والوجل ماذا سيكون موقف المجتمع ماذا سيكون وضع المرأة من الذي يحميها لدرجة تكلم عن من الذي يحمي المرأة إذا كادت سيارتها المرأة محمية أولا بثكتها بنفسها ثكت أسطاتها فيها أيضا محمية بقواياه الدولة وبحيبة الدولة وبمكانة الدولة أنا كنت من الناس الأسد غضباً إنما يقولون من يحمي المرأة بالشارع يا أخوان كأننا نحن في دولة لها قوانينها ولها مقوماتها لحماية كل مواطنية وغير مواطنية الذين يعيشون على أرضها نعم في جزئية دكتور خلنا شوي نوقف عند هذا الموضوع المهم جداً من يحمي المرأة؟ زي؟ المرأة تقدر تحمي نفسها وأيضا ما نقدر ننسها وما نقدر بعد نقول إننا نحن عايشين في غابة ولا أن مثلا لحالة نكلبوهم دئاب لا والزليل لأن في كثير من الأحيان طبعا المرأة لما تكون حتى مع السواق وتكون محتاجة فزع الكل حولها يفزع لها إحنا قاعدين نتكلم عن يعني خلأ بقولك 10% من الأشخاص اللي ممكن يكونوا هم متهورين أو أقل حتى يمكن 10% ممكن الأشخاص اللي يأذوا المرأة لكن أول شيء تم الحين سنقانون التحرش هذا اللي يخلي يعني خلأ بقولك ينقطع الشك باليقين بداية جزئية ثانية ليش منقول إن كل اللي حال المرأة اليوم معاها يدعمونها خاصة أنها توجيهات أكيد من ولاة أمرنا وهذا حق من حقوق المرأة يعني بالنهاية دكتور شبابنا ترى فيهم خير سم هذا صحيح يا سيدتي الحق المرأة في القيادة أصبح الآن ضرورة ما هو قضية فقط حق للرفاء ولا لكون السيارة يعني متعة للقيادة والتجول في الشوارع بدون هدف لدينا مئات الآلاف من النساء يعملون الآن في طاعتهم مختلفة المرأة مسؤولة كمسؤولية الرجل نعم عن حماية أبنائها توصيلهم إلى مدارسهم وهم آمنين نعم عادتهم من مدارس من البيوت وهم آمنين نعم ذهبهم إلى الأسواق وهم آمنين أو إلى مراطق التربيه أو أي مراطق الأخرى نعم ما تبقى المرأة وجلتنا على أولادها من أول صبح تقول الله يسطر نعم هذا السواق بديهم وما يأخذهم في المساء تقول الله يسطر السواق هذا ما يسطرون فينا صح النساء اللواتي يعني يعني أنا أتألم كثير لما أرى النساء وقفات على طرف الشوارع ينتظرون تاكسي نعم أول ما يجي التاكسي بسائق الأجنبي ينظر للمرأة ما كأنها إنسان ينظر لها إلى شيء والله عادي يكون غنيمة نعم نعم أنا أشكرك نعم أنا أكيد سعيدة باستضافتك دكتور وأشكرك كل الشكر ليوجدك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم إذن دكتور محمد ألز الفعض ومجلس الشورى السعودية السابق أشكرك كل الشكر مشاهدنا الكرام نتحول وإياكم لا يجولتنا في الصحافة السعودية والبداية من صحيفة الرياض وخبر تحت أنوان مياه الشرقية تعوض نقص مياه التحلية وتعيد التوازن المائي بالأبر مشاهدين في تفاصيل الخبر أكد قطاع توزيع المياه بالمملكة منوثلا بإدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية قدرته على سد النقص في كميات المياه الواردة لمدينة الدمام ومحافظة الخبر والإحساء والقطيف راسة النورة عقبت تخفيض الطارق في ضخ كميات المياه المحلة التي تغذي هذه المدن والمحافظات والتي تنتجها شركة مرافق نتيجة أعمال صيانة طارئة في أعمالها وفقا لما أعلنت عنه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهو ما سيترتب عليه خفض كميات الضخ خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء عملية الإصلاح الطارئة من صحيفة الوطن مشاهدين الكرام نقرأ خبر وهو تحت عنوان الفاصل يعلن إنشاء هيئة ملكية لمكة والمشاعر يعكس حرص الملك على مواصلة التنمية مشاهدين في تفاصيل الخبر رفع مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خارد الفيصل شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين ملك سمام بن عبد العزيز حفظه الله بصدور الأوامر الملكية سامية قال إن ذلك يعكس اهتمام القيادة في مواصلة التنمية والتطوير لأقدس البقاء قبلة المسلمين ومواكبة رؤية المملكة 2030 والتأكيد على اهتمام القيادة السعودية من عهد المؤسسة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله تراه إلى عهد الملك سلمان حفظه الله مشاهدين ختام جولتنا من صحيفة عكاظ ونقرأ خبر تحت عنوان عودة آل الشيخ رصاصة في قلوب الإخوان والمؤدلشيدة مشاهدين في أواخر يناير من عام 2015 تناقلت الأنباء ما قيل عنه إنه احتفال لعدد من المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض المناطق وإقامة الولاء وتوزيع الهدايا بعد صدور إعفاء الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من منصب رئيس الهيئات أنا ذاكب ليأتي الخبر اليقين بالأمس بعد غيابه لثلاث سنوات إذ عاد آل الشيخ متبوئا أكبر وزارة إسلامية في السعودية خلفا للوزير السابق صالح آل الشيخ الذي تم إعفاءه وتعينه وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء وحظيت عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى الساحة بترحيب واسع بين نشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنه الرجل المناسب في المكان المناسب مشاهدين فاصل قصير مع ختام فقرة الصحافة ونواصل بعده ملفات الوطن اليوم تحية طيبة مشاهدين الكرام الجديد أنتم تتابعون هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم مشاهديننا نتوقف الآن وإياكم مع هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الأخباري الشايب وفيها الزكاة والدخل تضبط مكاتب لتأجير السيارات لمخالفتها لأنظمة ضريبة القيمة المضافة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرافقه نجله الأمير سلمان بن محمد في زيارة رمضانية الأمير مجرم بن عبد العزيز حفظهم الله وإدارة مطارات الدمام تقول إن الشركة المشغلة لخدمات الإطفاء والإنقاذ ملزمة بتعيين كل الموظفين والنيابة الآن تقول بلغ عدد الموغفين 17 شخص صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين فيما استمر إيقاف تسعة متهمين بعد اعترافهم بما نسب إليهم من تهم إذن مشاهدين يحمي التشريع الجديد في المملكة العربية السعودية والخاص بالتحرش الجنسي كلا الجنسين وبموجب القانون يعرف التحرش الجنسي بأنه عبارة عن كلمات أو أفعال تشير إلى الجنس أو إلى شخص واحد أو مسجسد أو التعدي على الشرف بأي شكل من الأشكال وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية لواء مصور التركي إن القانون الجديد لمكافحة التحرش سيساعد جميع الأفراد على العيش بحياة طبيعية قلية من الخوفة مشاهدين وللتعليق على هذا الموضوع أنا أكيد سعيد اليوم باستضافة دكتور ماجد قاروب المحامي والمستشار القانوني هل هو سهل يا دكتور الله يحييك في برنامج الوطن اليوم فعلا قانون التحرش الذي صدر منذ تقريبا يعني ثلاثة أيام هذا القانون يوقف كل شخص بيتحرش كل شخص بيخطي عند حدا بداية نحدثنا عن أهمية إصدار هذا القانون مؤخرا الحقيقة هذا قانون جدا مهم وجدا خطير ولو آثار اجتماعية كبيرة جدا والمعني الأول في الحقيقة هم أولياء الأمور والمسؤولين عن تربية أبنائهم في المقام الأول ونحن للأسف مشاغل الحياة أشغلتنا كثير عن القيام بهذه الرسالة الشرعية الإنسانية الاجتماعية في أن نحسن تربية الأبناء والأجيال لأنه إعادة تهيئتهم لإحترام الزوق العام والأداب العامة ومعرفة أصول الأداب الشريعة الإسلامية أصبحت الآن واجب لأن الإخلال فيه لن يكون فقط قضايا ومشاكل اجتماعية كلنا نعرفها ولكن أصبحت الآن ستؤدي إلى مخاطر وجود عقوبات استهتار الشاب أو الفتاة في الأماكن العامة في العمل في الحقيقة ستكون لها مخاطر استجن لفترة سنتين والغرامة المالية طبعا لما نجي نتحدث أنه عدد كبير جدا من شبابنا وشباتنا معرضين لهذه العقوبة إذن إحنا أمران خطر كبير جدا أتمنى أنه لا نرى مآثي تأتي بسبب استحتار أو عدم توعية أو عدم إلمان بأنه هذه فعال مجرمة ولا يجوز ارتكابها خاصة إذا نظرنا إلى النظرم بقراءة متعمقة نجد أنه تنازل المعتدى عليه أو المجمع عليه أو غضوا للطرف عن ما تعرضوا من تحرش لا يعفي المتحرش من العقوبة لأنه النظام ألذم كل من يطلع على جريمة التحرش أن يبلغ عنها فأصبح جميل كله الآن متأهب للإبلاغ عن أي حادثة التحرش وفي كل مكان وفي كل موقع وبالتالي الناس لابد أن تلتزم بالأداب العامة في كل مكان فاليوم رجل الشرطة رجل المرور رجل الشارع المواطن العادي إذا ما رأى وطلع على جريمة التحرش عليه واجب الإبلاغ عن هذه الشكوى حتى لو سكت أو سكتت المتحرش به عن الإبلاغ عن هذه الجريمة وبالتالي أصبحنا اليوم في مناخ جديد يجب في الحقيقة على أولاة الأمر أولياء الأمور الأسر أن يتنبه بصورة جدية حقيقية لهذا النظام وما قد يترتب عليه من عقوبات إيقاف الشاب أو الشابة في سجن أو في تحديد لمدة ساعة ربما تؤدي إلى انهياره وضياء مستقبله فما بالك أن تتحول المسألة إلى عقوبة فيها سجن لمدة سنتين هي عقوبة سجن لساعتين ربما تكون مرعبة ومضيعة لمستقبل الشاب فما بالك أن يتحول إلى شخص مسجون لمدة عامين هذه الحقيقة مسألة يجب وأرجو أن يتحسب لها جميع أولياء الأمور في كل بيت في المنطقة العربية السورية طيب دكتور أول شيء طبعا أنا خلص وقتي بس في جزئية مهمة أنا أدعوك أن بكرة نتكلم عن القانون هذا بشكل مفصل عن تفعيلة عن أهلية التنفيذة عن الجهة أيضا المختصة واللي ممكن فعلا الشخص اللي يتأذى أو تم التحرش به أن يلجأ لها أتمنى وجودك بكرة معي أكيد في برنامج الوطن نبقى نتكلم خلق فترة من الوقت كل يوم عن جزئية بسيطة من هذا القانون هي أكيد دعوة مني وأنا بكون سعيدة لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم عفوا أما اليوم أما الآن أشكرك كل الشكر لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم الكتور ماجد قاروبة المحامي والمستشار القانوني أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم مشاهدين أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانا كشفت فيه أنه تم حضر السيراد الخضار والفاكهة المجمدة والمصنعة من ولاية كريلا في الهند وأوضحت الهيئة أن قرار الحضر جاء بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن حالات إصابة بفايروس نبا تجلت في الولاية الهندية وأضفت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن العائل الرئيس لهذا المرض هو خفاش الفاكهة إذ ينتقل الفايروس من الخفاش إلى الفاكهة التي يتغذى عليها أو حتى يلامسها من خلال الإفرازات المختلفة يخوض المنتخب السعودي الأول في التاسع من مساء اليوم مباراته الودية قبل الأخير أمام منتخب البروض من المعزكر المقام حاليا في السويسرا في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا ويعد المنتخب السعودي مع باقي منتخبات العالم المشاركة في كأس العالم بروسيا يعد العدة لرفع قائمة لاعبية المنتخب المشاركين في الموندييلا مشاهدينا والتعليق على هذا الموضوع أكيد سعيدة باستضافة الأستاذ ناصر الغربي الكاتب والناقض الرياضي هل أو سهلا أستاذ ناصر الله يحييك في برنامج الوطن اليوم سؤالي بداية ما هي توقعاتك اليوم للمباراة الودية قبل الأخيرة مع منتخب البيرو أتحدثنا مساكك كل خير أهلا وسهلا شهر ومضيين تصاف والله يتمنى بالصحة والعافية والمغفر للجميع أنا أعتقد أن المنتخب السعودي في المراحل التحضرية كان ينصير بشكل جيد مع طيات الأولية للمنتخب المباشرة الأهم من النتائج الودية هو تطبيق اللاعبين منهجية درب أخوان بيتزي وهذا نلحظت تطور المباراة الأخرى بلا شك القائمة النهائية كما ذكرت ستعلن خلال الأيام القادمة القليلة وبالتالي أعتقد المباراة اليوم تكشف 60-70% من التشكيلة الأساسية والعموت الفقر والمدخل السعودي في نهاية كهس العالم روسيا في 2018 نعم ما المنت تتوقع من اللاعبين سيكون له حضور مميز في هذا المباراة؟ مباراة اليوم؟ أي كل اللاعبين سيقاتلون لأن المباراة المفصلية لاختيار القائمة النهائية كل اللاعب سيقاتل وينافس زملاء في شراسة لكسب الاختيار النهائي في المنديال وبالتالي أن تقلل اللاعبين قد يكون تحت ضغط حاليا في هذه المباراة تحديدا لأنها تعتبر هي المباراة قبل الأخيرة وبالتالي هي المباراة شبه النهائية للقائمة الأساسية أو القائمة المشاركة في المنديال وبالتالي قد يكون اللاعبين تحت الضغط بشكل كبير قد يؤثر هذا الأمر على مستوى المنتخب اليوم يعني إذا اللاعبين لم يحضروا نفسهم بشكل جيد لما يتم انتهيها بشكل جيد قد يتدخلون في المباراة في ضغط نفسي يؤثر على عطاهم في المباراة شكرا جزيلا لك أكيد كلنا اليوم بنكون على الموعد ونشوف المباراة أكيد وتمنياتنا الأخضر بالفوز سعيدة بمتابعتكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء